بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم التقوى لغة مشتقة من الوقاية بمعنى الحفظ وسميت التقوى تقوى لأن الإنسان يحفظ نفسه من الآثام ومن المعاصي في الحقيقة إن الله عز وجل خلق هذا الكون وجعله دار للتطور أو للانتكاس بمعنى أن كل شيء في هذا الكون يتغير ولذا قالوا كل متغير ممكن يعني أي شيء أو أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في جميع الجوانب يتغير سواء تغير صعودي أو تغير هبوطي وهذا التغير موجود في كل شيء وفي كل إنسان سواء من الجانب المادي أو الجانب المعنوي مثلا في الجانب المادي يعبرون عن هذا العالم بعالم الكون والفساد يعني الأشياء المختلفة هذه الأشياء تتكون ثم تتحلل لنفرض مثالا الله عز وجل خلق الإنسان هذا الإنسان يتكون من نطفة ثم علقة ثم مراحل مختلفة إلى أن يولد من صغر ثم يكبر يهرم يموت تتحلل جثته ترجع إلى الأرض مرة أخرى وهكذا هذا في الجانب المادي وكذلك في الجانب المعنوي النفس الإنسانية هكذا فيها التغير تتغير سواء في الجانب التطوري أو الجانب الانتكاسي فعليه الإنسان حينما يريد أن يحفظ شيئا سواء في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي عليه أن يوفر أسباب الحفظ لأن الله عز وجل أيضا كما جعل الأشياء تتغير أيضا جعل بعض الأمور هذه الأمور تحفظ الأشياء مثلا إذا أردنا أن نمثل مثالا بسيطا الأطعمة هذه الأطعمة لكل نوع من الأطعمة مدة صلاحية خاصة ولكن يمكن أن نحفظ هذا الشيء بزمان أطول لو استعملنا المواد الحافظة لهذا نشاهد أن المعلبات مثلا يكتب عليها مثلا خالية من المواد الحافظة فعمرها يكون قليلا ولكن بعض المعلبات كتب عليها أنها فيها المواد الحافظة فمدة صلاحيتها يكون أكثر فالشيء الذي قد يفسد في يوم أو يومين بالمواد الحافظة يمكن حفظ ذلك الشيء لسنوات فعليه كما أن الأشياء يمكن أن تتغير يمكن أن تفسد كذلك يمكن حفظها وتوسعة مدى صلاحيتها هذا في الجانب المادي وكذلك في الجانب المعنوي نفس الإنسان كذلك هذه النفس يمكن أن تتطور ويمكن أن تهبط يمكن أن يصل الإنسان تصل نفس الإنسان إلى درجات عالية جدا ويمكن أن تهبط وتسقط إلى أسفل سافلين ولذا الله عز وجل في القرآن الكريم يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا الآية الكريمة يعني هذه النفس لها قابلية أن تصعد أو أن تنزل في نفس الوقت الله عز وجل حينما بيّن لنا أن هذه النفس لها هذه القابلية أيضا بيّن لنا طريقة حفظ هذه النفس بحيث أن هذه النفس لا تسقط في الهاوية وبيّن لنا كيف يمكن تطوير هذه النفس وإيصالها إلى الدرجات العالية هذا الشيء يعبر عنه بالتقوى التقوى يعني حفظ النفس أن لا يدعى الإنسان مجالا لسقوط هذه النفس وإنما يعمل أعمال لحفظ هذه النفس ولتطويرها والله عز وجل في القرآن الكريم وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله والعيمة الطاهرين عن نسان الرسول صلى الله عليه وآله نقلوا لنا أمورا والله عز وجل بيّن لنا أمورا هذه الأمور هي من الأمور التي تفسد هذه النفس وكذلك في نفس الوقت بيّن لنا أمورا والرسول صلى الله عليه وآله 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 بيته الكرام بيّن لنا أمورا تحفظ هذه النفس بل تطويرها وتنميها مثلا من الأمور التي تفسد هذه النفس الشهوات أي الرغبات إذا تجاوزت حدها إذا لم تصرف في الأطر أو القنوات الصحيحة السليمة هذه الشهوات طبعا الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا وإنما الله عز وجل خلق كل شيء وجعل ذلك الشيء خيرا فإن كان شر فإنما ينشأ ذلك الشر من سوء اختيار الإنسان فالله عز وجل خلق هذه الشهوات في الإنسان وهذه الشهوات جعل لها قنوات صحيحة فإذا استفيد من تلك الشهوات في قنواتها الصحيحة هذا يكون مقدم لتطور ولرقي الإنسان وعدم سقوطه في الهاوية ولكن إذا لم يستفد من هذه الرغبات والميول التي جعلت في الإنسان عبر قنواتها الصحيحة فإنه تتحول إلى وبال عليه كماء المطر إذا ماء المطر بنيت سدود وجعلت قنوات هذا ماء المطر يكون بصالح الإنسان ولكن إذا لم تجعل هذه السدود ولم تبنى ولم تجعل القنوات الصحيحة فإن ماء المطر قد يتحول إلى سيول وهذه السيول تهلك الحرثة والنسل فعليه هذه الشهوات إذا خرجت عن حدها هذه الرغبات إذا لم يستفد منها بالطريقة الصحيحة فحينئذ هذه تسبب سقوط النفس إلى الهاوية فعليه ينبغي على الإنسان أن يراعي دائما رضى الله عز وجل في رغباته إن رغب في شيء أو اشتهى شيء فيرى أنه الله عز وجل ما هو القناة الصحيحة التي جعلها لتلك الرغبة فيستفيد من تلك الرغبة في القناة الصحيحة التي جعلها الله عز وجل ولكن إذا لم يكن لهذا الإنسان في ظرفه الخاص قناة صحيحة يحفظ نفسه لكي لا تفسد هذه النفس ولكي يحفظ الإنسان نفسه ويتطور بما يريده الله عز وجل فالشهوات إذا خرجت عن حدها هي عامل لإفساد النفس كما أن هناك شياطين الإنس والجن هؤلاء يزينون للإنسان الأعمال القبيحة أو يقبحون للإنسان الأعمال الصحيحة ومن الطبيعي أن الإنسان توجد حوله شياطين من الإنس هناك بعض الناس غضب الله عليهم لسوء أعمالهم فتحولوا إلى شياطين وهؤلاء شياطين الإنس يزينون للناس الأعمال القبيحة مثلا هناك رجل هذا الرجل أسلم في مكة فاجتمع حوله مجموعة من المشركين وزينوا له الكفر مرة أخرى واستهزئوا به فارتد فقالوا له لا يكفي ارتدادك هذا وإنما ينبغي عليك أن تعلن هذا الارتداد بطريقة صارخة قال ماذا أفعل؟ قالوا اذهب وابصق بوجه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء هذا الرجل وبصق باتجاه رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت الآية الشريفة ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فشيطان الإنس وشياطين الإنس سولوا لهذا الإنسان الارتداد فما كانت نتيجة الارتداد؟ نتيجة الارتداد أنه يدخل نار جهنم في يوم القيامة ويعظ على يديه ويندم ولكن لما ينفعه الندم وكذلك شياطين الجن كإبليس وذرية إبليس الذين يزينون للإنسان الأعمال القبيحة ويلبسون تلك الأعمال القبيحة لباسا جميلا بحيث أن الإنسان يرتكب تلك الأعمال الإنسان يجب أن يحفظ نفسه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن ومن الشهوات غير المشروعة التي قد ترغب النفس بتلك الشهوات طيب الآن كيف للإنسان أن يميز بين الصحيح وغير الصحيح فيعمل الصحيح ويحفظ نفسه من غير الصحيح من القبيح لأن هناك عوامل متعددة قد تتداخل وكما ذكرنا قد يكون هناك تزيين لسوء العمل فيراه الإنسان حسنا فكيف للإنسان أن يعمل وأن يفكر تفكيرا صحيحا لكي يؤدي ذلك التفكير الصحيح للتمييز بين الصحيح من السقيم ولكي يحفظ نفسه من السقيم أولا على الإنسان أن يستعمل عقله لأن الله عز وجل ما خلق شيئا أحب إليه من العقل ولذا وردت في بعض الأحاديث أن الله عز وجل حينما خلق العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك بك أثيب وبك أعاقب وميزة الإنسان عن الحيوان هو العقل والعقل هو الذي ميز الإنسان عن الحيوان وجعل الإنسان مكلفا وفي حديث آخر لا أكملك إلا في من أحب فالعقل الكامل يكون للذي يحبه الله عز وجل والله عز وجل لا يحب إنسانا إلا إذا هذا الإنسان هيأ أسباب ذلك الحب فعليه على الإنسان أن يستعمل عقله دائما حتى في حالة الغضب حتى في الحالات غير الطبيعية روي أن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جاء إليه بابن ملجم لعنة الله عليه قاتل الإمام فالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام حينما قابل ابن ملجم قال له ابن ملجم بماذا أوصاك أبي أو أبوك بماذا أوصاك أبوك بي يعني بأي شيء أوصاك لتعمل بي قال إن أبي أوصى بأن نوطئ لك الفراش يعني لا نجعلك تنام في مكان خشن وإنما يكون فراشك فراشا مناسبا لترتاح حينما تنام وكذلك أمرنا أن نطعمك لا أن تبقى جائعا ثم قال ما معناه أنه إذا أنا عشت فأنا أعرف أعرف بكيفية التعامل مع هذا وإن أنا مت فلا يقتل النبي إلا قاتلي لا تعتدوا على الآخرين لا يقتل بي إلا قاتلي في تلك الحالة والإمام مجروح يوصي بقاتله بأن يوطئ له الفراش وأن يطعم حتى لا يبقى جائعا فقال ابن ملجم إن أباك كان يراعي الله في الغضب والرضا يعني إذا كان راضيا كان يراعي الله عز وجل وإذا كان غاضبا أيضا كان يراعي الله عز وجل لا يجعل للشهوات تستملكه بل هو يستملك الشهوات ويجعل تلك الشهوات فيما يرضي الله عز وجل فأولا على الإنسان أن يستعمل عقله في كل لحظات حياته في أي موقف من المواقف قبل أن يرتكب ذلك الموقف أو أن يعمل عملا يفكر في ذلك العمل يرى أن العقل هل يؤيد ذلك العمل أو لا يؤيد ذلك العمل والله عز وجل في القرآن الكريم أكثر من ذكر أولي الألباب يعني أصحاب العقول أصحاب العقول هم الذين يستعملون عقلهم في المواقف المختلفة والإنسان إذا استعمل عقله دائما فإن هذا العقل ينمو لأن العقل أيضا من المخلوقات التي يمكن أن تنمو ويمكن أن تضعف النقطة الثانية ينبغي على الإنسان أيضا أن يتفكر ويتدبر في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وفي روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأنه كثيرا من الأحيان الإنسان لا يلتفت إلى حسن شيء أو لا يلتفت إلى قبح شيء لأنه في كثير من الأحيان الإنسان يقع في ظرف أو في ظروف اجتماعية أو سياسية أو جغرافية أو في أي ظرف آخر لا يتمكن في بعض الأحيان من التمييز فإن الله عز وجل من لطفه وكرمه على العباد أن جعل لهم أنبياء أن اختار أنبياء وجعل لهؤلاء الأنبياء أوصياء فهؤلاء الأوصياء أخذوا من الأنبياء وبيّنوا للناس والله عز وجل بيّن لنا في القرآن الكريم وعلم رسول الله ورسول الله بيّن لنا والرسول أيضا علّم آل البيت عليهم الصلاة والسلام وخلفهم في أمته ليعلموا هذه الأمة من العلوم التي تلقوها من رسول الله التي تلقاها من الله عز وجل ولذا ورد في الحديث الشريف في نهج البلاغة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في إحدى خطبه يبين علّة بعثة الأنبياء فيقول ليثيروا لهم دفائن العقول يعني بعثة الأنبياء كان لإثارة العقول دفائن العقول بعض الأمور التي خفيت على الإنسان تبين للإنسان بعد ذلك نقول التقوى الحقيقية هي التقوى التي تكون في السر والعلن يعني الإنسان إذا حفظ نفسه في السر والعلن يتبين أن هذا الإنسان له تقوى حقيقية ولكن إذا هذا اتقى في العلن ولم يتق في السر هذا يتبين أنه ليس له تقوى حقيقية وإنما حتى في العلن حينما يتقي ليس لأجل حفظ النفس أو لأجل الخوف من الله عز وجل وإنما لأجل تزاحم الشهوات فيرجح الشهوة الأقوى على حساب الشهوة الأضعف يعني مثلا يشتهي أن يكون له أن تكون له مكانة في الاجتماع هذه المكانة في الاجتماع يريد أن يحافظ عليها فحينئذ في العلن لا يعمل بعض المحرمات ولا يتصرف بعض التصرفات ليس لأجل أنه يتقي ويخاف من الله عز وجل وإنما لأجل أنه يريد أن يصل إلى شهوة أهم عنده وهي حفظ مكانته الاجتماعية فالذي يخاف الله في السر والعلن هو الذي يمتلك ملكة التقوى وحفظ النفس أما الذي يرتكب في السر ما يخفيه في العلن فإن هذا الإنسان ليس متقيا تقوى حقيقية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقون هم الذين يستفيدون من هذا الكتاب ومن التعاليم التي جاءت فيه هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة